خلال اجتماعها الاسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابل مبارك رئيس مجلس الوزراء دان مجلس الوزراء الهجوم الإجرامية على الحدود الشمالية السعودية واصفاً الحادثة بالاعتداء الإرهابي والذي اعتبره يمثل اعتداء على كافة دول مجلس التعاون الخليجي وشهد الاجتماع شرحاً قدمه سمو رئيس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للبلاد وما تضمنتهم اللقاءات ومحادثات استهدفت تطوير وتقوية التعاون بين البلدين في مختلف الصعود اجتماع المجلس تضمن أيضاً الموافقة على الخطة التنفيذية لتطوير الرياضة الكويتية على أن تكلف هيئة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الخطة أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الذي وقع على إحدى دوريات حرس الحدود في منطقة الحدود الشمالية للسعودية والذي تسبب بمقتل ثلاثة رجال أمن وإصابة اثنين آخرين المجلس خلال اجتماعه الإسبوعي وصف الحادثة بالعمل الإجرامي المشين مؤتبراً أنه يمثل اعتداءاً على كافة دول مجلس التعاون الخليجي مؤكداً في الوقت ذاته موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومساندة المملكة في أي جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليها الاجتماع تضمنه عرض بشأن النظام الجديد المقترح من الفريق المكلف بدراسة المشكلات ومظاهر الخلل التي تشوب النظام الحالي للرواتب الحكومية والتي يتمثل أبرزها في استهلاك بند الرواتب لنسبة عالية في الميزانية العامة للدولة وتزايده بمعدل 12% سنوياً وقدم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح شرحاً أوضح خلاله الإجراءات التنظيمية التي قامت بها الهيئة العامة للشباب والرياضة في قطاعاتها المختلفة من أجل تفعيل دورها وإلاقاتها مع الهيئات الرياضية نحو تنفيذ خطة طموحة لتطوير الرياضة الكويتية وقرر المجلس الموافقة على الخطة التنفيذية لتطوير الرياضة المعدة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتكليف الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها